السلام عليكم السلام عليكم السحر ايه هو من النحية او من تجاه الجين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير انك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين واكفنا شر ما اهمنا وما اغمنا وعلى الايمان الكامل والسنة توفنا وانطراد عنا اما بعد نتحدث الليلة عن امر خطير وداء عضال هذا الامر يشغل الكثير من الناس الا ما رحم ربي هذا الامر هو السحر والسحر لا يقوم به الا ضعاف الايمان ولا يقوم به الا اهل الخبث واهل الجهل لذلك العلماء عرفوا السحر بانه هو الاشياء التي يراها الانسان على غير حقيقتها قال الامام الشفعي هو وسوسة وامراض قال العلماء هو طلاصم تبنى على تأثير الكواكب الادلة على السحر من القرآن كثيرة اكتهدت في الايات التي تدل على السحر في القرآن الكريم فوجدت انها اكثر من ثلاثين ايه تتحدث عن السحر ليس هي الايات التي نقرأها وكلنا نعلمها لكل مسحور ومسحورة انما الايات في القرآن الكريم اكثر من ثلاثين ايه تتحدث عن السحر اذكر منها قول الله عز وجل حينما مر الوليد بن المغيرة على قوم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يقولون انه مجنون فقال الوليد ما به جنون قالوا انه كاهن قال الوليد ما به كهانة فقالوا له ماذا تقول انت يا وليد عنه فقال الوليد لهم دعوني افكر فنزل قول الله عز وجل انه فكر وقدر فكتل كيف قدر ثم كتل كيف قدر ثم نظر ثم عبص وبصر ثم ادبر واستكبر فقال الايه الوليد فقال ان هذا الا سحر يؤثر يعني ايه معنى الايات يعني الوليد بيقول ان محمد صلى الله عليه وسلم ساحر هل تركه الله بسبب هذه الكلمة لان كل ما ننطق به نحاسب عليه هل تركه الله عز وجل بسبب هذه الكلمة كلا بل انزل الله في الوليد بن المغيرة عشر صفات لا يقبلها احد على الاطلاق هذه الصفات لاننا لا يسعون الوقت في اوائل صورة نون والقلم وما يسرون النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا في السنة فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني ايه الموبقات يا استاذ نفين يعني المهلكات يعني السبع حاجات دول يهلكوا الانسان اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر واكل الربا وقصف المحصنات والتولي يوم الزحف هذه الموبقات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها السحر السحر حتى يتبين لكل الجميع ولكل المشاهدين اعراضه له اعراض ام ليس له اعراض السحر له اعراض اعراض السحر مثل اعراض المس مثل اعراض الحسد الاختلاف بينهما يعني يعني السحر متواجد نعم كما وضحه العلماء رد على سؤال الاستاذ نفين السحر موجود ولا مش موجود لا ده انا بقول انا في بداية الكلام قلت فيه 30 ااية تتحدث عن السحر اولها ااية البكرة واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اذا السحر ده علم يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروتا وماروتا الى اخر الاية طيب اولا حضرك حاجة اه حواجهها بس الستاذ المستشار هل قرات الطالع بالنسبة للقانون اه صحيحة يعني ولا مصحيحة كراءة الطالع اه والفنجال رأيي القانونة انا الحلقة اللي شاتي يعني اه حذرتك كنت معطرة على حاجات معاينة في حالة فكرة بس انا عادي اسأل سؤال اه السحر موجود وقلنا ايه حضرك قلت السحر بيشبه يعني ما فيه السحر يعني الناس ما فيهش حاجة اسمها سحر اه فضيلة الشيخ بيقول لا فيه سحر اه السحر متوجد ايوه وضح لي بقى حضرتك العلم والدين والقانون ما بيختلفوش تمام العكس بيتفقوا كويس جدا اه مولانا الشيخ قال وقفات في حديثه ان السحر موجود اه وانا بقرن السحر موجود اه كلنا بنقر بيه لانه موجود في القرآن اه فيه فرق بين السحر وبين اه الناس اللي بتدعي هذا السحر القانون لن ننظم السحر انا هراجل فكر بس اه اخواتنا المشاهدين بالكلام اللي قلته الحلقة اللي فاتت قلنا ان القانون لا يعترف بالسحر وانما يضعوا في مرتبة النصب لان اغلب الناس اللي بيدعوا هذا السحر وانهم قادرين على انهم يفعلوا اشياء اه تسحر العين او كده يعني على ضوء ما قال مولانا ان هو يجعل الشخص يرى الشيء على غير اه حقيقتي اه ما فيش حد النهاردة اه من اغلب الناس اللي احنا شفناهم بالاغلاء كلهم اه قادر على حتى ذلك اه انما هو بيستخدموا لفظ السحر المتجرة به وكسب المال والنصب على الموطنين واحنا قلنا ان اللي بيدعوا انهم صحرة في هذه الايام سواء كانوا بيقرأوا الطالع او بفسروا الاحلام وانا عايز احط خط كده تحت تفسير الاحلام لان فيه ناس كتيرة او بتدعي انها بتفسر الاحلام وهي دي اعتقد ان هي اه ومولانا اذا كان يتفق معايا او يختلف انا برضو انا مش انا بولده رائي وعايز برضو اسمع رائي الدين تفسير الاحلام انا بعتبره نصب وان هو كان ملكة لسيدنا سليمان او معجزة لسيدنا اسف يوسف اختص بيه سيدنا يوسف في في تفسير الاحلام وبعض الصالحين اما النهاردة الايام دي ملاقي فيه اعلانات كتيرة بتقول بنفسر الاحلام وبنقرأ الطالع وكل الكلام ده القانون والعق بيقول ان هو يعني يندلك تحت اه بند النصب والمادة تتمثل ويعاقب فاعلها بالحبس طبعا احيانا في بعض الناس بتحلم بالفعل وبتبقى عايزة حد يفصل الله حلمه طبعا مثلا بتسهل الى مشايخ او هنقول بقى مشايخ طبعا في مشايخ فعلا بيقوموا بتفسير الاحلام ده حلم ولا حليل انا بقلت هو بقى اجزم ان تفسير الاحلام ملكة للصالحين جدا او الانبياء هل في هنا في هذا الزمان من يكسبون قوتة يومهم من الدعاء انهم يفسرون الاحلام هل هم من الناس الصالحين او من الانبياء في هذا الزمان لا دي متجرة بألام الناس وبأحلام الناس وهتلاقي دايما كده يفسرين الاحلام في كل في كل البرامج وفي كل اللقاءات دايما يفسروا الاشياء بانها سيأتي لك سعد وسيأتي لك خير القادم وكلام بيصر صاحب طلب تفسير الحلم ولكن هو في الاول وفي الاخر هو نصب وكمان احنا سمعنا اتصب رقم كذا وفي لانا المغربية وفي لانا الدمشقية وكلام كتير اوي ناس كتير كلكم عارفينهم بيكسبوا عشهم من النصب عليكم وانهم بيدوكم احلام وهية يعني واحد مثلا يقول له هيجي لك رز فيقعد من الشغل يقول لك منها خلاص الشيخ فصر لي او فلانا فصرت لي وكده وفي ناس كتير اوي طب ما فيه خبيرة الاحلام اللي بتقول البلد حيحصل لها والنهاء والسنان دي ده حيموت وبالفعل حاجات كتير جدا بتحصل دعينا اتفق يا استاذة ان القانون بيقول ان كل الافعال دي خطرة تحت جريمة النصب جريمة النصب وقلت لحضرك الحلقة اللي فاتت وبعيد تاني ان الدجالين والمشعوزين ومفصرين الاحلام ما بتبط عليهم بيعترفوا قدام جهات التحقيق ان هم منصبين وكان اولى به بدل ما يفسر احلامكم ولا يديكم امال ولا يقول لكم اتطالع ايه كان يفيد نفسه ويقول ان يصلح حياته لكن هتلاقوا ان اغلب الناس اللي بيفصر الاحلام وبتقرى اتطالع حالها يصعب على الكافر انا بشوف وسط البلد وفي بعض البدن الساحلية ستات من افقر خلق الله وتفسر وتقول انا بقرأ اتطالع وبعمل وبسوي ممكن اعمل كذا عشان اجلب الحبيب طب اجلبين نفسك اجلب الساعد نفسك لكن طبعا كل دا وهم والقانون والدين معايا ما اعتقد انهم اتفق ان هو نظب نظب استاذي في ناس بالفعل ولازلت بقول ان في ناس بالفعل بيتسحر لها في ناس بالفعل بيبقى لها اعمال بيتعمل لها اعمال وبتبقى تعبانة ومش عارفة تتصرف وتتعايش مع الامور دي ازاي لا دي حاجة ودي حاجة طيب ما دي تبع السحر والفنجال والشعوات لا امال ايه لا طب حضرك فسروا لي السحر له انواع اه من انواع السحر ما يتحدث فيه سيادة المستشار وما سيادة المستشار بيقول ايه السحر طب جلب الحبيب ده ما ده السحر اسمعي بس خلي بالك من حاجة مهمة جيدة احنا قلنا انواع السحر اه كثيرة تمام فيه سحر المحبة وفيه سحر التولة وفيه سحر الجنون وفيه سحر المرض وفيه سحر طراطيل الجواز وفيه سحر التخيل اللي احنا حاليا بنتكلم عنه واللي فضلت الاستاذ ايمن بيتكلم عنه سحر التخيل اه هو هو حقيقة عشان نوضح بقى الامور بالمفهوم الديني وبالبساطة كمان عشان يوصل لأقل حد يقدر يفهم الكلام ده غيري حقيقتها يمكن احنا متفقين عليك كيدا يمكن استاذ ايمن وضح الكلام ده في الحلقة اللي فاتت قصة سيدنا موسى مع صحرة فرعون والموضوع ايه يعني انا مش محتاجي ان انا احكيه لان استاذ ايمن حكاه والموضوع فعلا ايه طب بعد ريزنا حضرتك فضلت الشير طيب فيه انا بادخل حتقولي انت بيدخالي حوار فحور بس هو حاجات متكمل بعضها انا احنا حاجة واحدة بنعاني منه اشد المعاناة اه الا وهو احنا عندنا اربع حاجات نحطهم قدام عينينا وقدام الشعب المصري هنلاقينا كلنا بين طبقهم وموجودين الآن ولابد هذه الحاجات اللي موجودة في المجتمع ان يكون عند الناس وعي كامل بانتهاء هذه الامور تماما ليه؟ لان هذه الامور دجل ووهب وشعوزة وكما قال الاستاذ ايمن تؤثر الانسانة الفقيرة ترى ان هذا الامر بالتفسير يؤثر على حياتها بالسلب وبالاجاب اللي انا عايز اقوله ان احنا النهاردة بنلاقي سحر التخيل اللي هو بعض العلماء انكروا انه مش موجود ليه مش موجود؟ لانه هذا السحر يخيل اليه لكنه ليس حقيقة مثل احنا كان عندنا زمان واشغالين او استاذ ايمن كانوا بيجابونا واحد في المدرسة اسمه الحاوي وطبعا كلنا عارفين السارك الحاوي ده كان بيعمل ايه؟ كان بيمسك الكشتينة ويضربها يا هبا جاب ارند ياه جاب ارند ما كانش غلوب كان فتح دكان وكاتب عليها طيور الامانة وكان حضرتك تروحيله انا عايزة فرخة بلدي الكشتينة هبا جاب فرخة بلدي ما كنش غلوبنا خالص في الموضوع فطبعا كل ده ايه؟ يخيل ان ايه؟ ده دجل وسح وشعوازة ايه؟ وايه؟ سحر ايه؟ سحر التخيل يخيل اليك لكنه على غير الحقيقة اه ثانيا ومن الاخطاء القاتلة ان انا اروح لحد واقول له ارالي الكف يقول لي ايوة في خط كبير وخط صغير وبعدين والخط دخل على الخط وبعدين ياه انت تعبان جدا يطلع من عند الراجل بعد ما اراله الكف خلاص شايف ان الحياة السماء هتنطبق على الارض هذا من الاخطاء القاتلة ثلاثة اه اللي بيروحوا للناس ويقول لك اقرالي الفنجان ويمسك الفنجان ويقره له اه للأسف احنا انا عايز بس احط قاعدة قدام الجميع احنا ارينا الكف وارينا الفنجان وارينا كل حاجة الا كتاب ربنا محدش اراه لماذا نكرق الكف لماذا نذهب الى احد الناس ونقول له اقرالي الفنجان لماذا نذهب الى احد الناس ونقول له انا عايز اعرف برج اليوم سمحل يا مقولنا اعل على الكلام وجم الكلام للشيخ يقول لك لا انا عايز اتطمن يا عام الشيخ تطمن على ايه الرابعة والاخيرة بقى ان احنا بنشوف ان فيه ناس جاهلين وجهلة بيزهروا استاذ محمد من الدخيل من الدكولية ايوة ايوة فاندم سوا عليكم عليكم السلامة وبركاته ايو فاندم افضل اقول انت ده حاجة اه ما عنيش هو لو السحر كان ينفع كان نفع نفسه زبا كان لقل ستة مستشعار جبنا يا كريمات تمام اولا افضل ايو واحد قال يقل سحر وسحر وسحر وحصل له مشكلة ويعلم حلم الغاب والله اللي نفع نفسه ولا اعرف انين هو اللي عمل المشكلة معاها نعم افصلت طب سؤال حضرته يعني هو لو كان يعرف ولا اللي بتطلع الغاب ومش عارف بيه والناس بيطرح له والناس 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 وحصل له مشكلة ما عارفش هو هرصال مين يعمل المشكلة معاها اه طب حنجوبك يا فاند نجوبك يا سيد الشيط فضار اه انا كنت بس عايز اكامل بس دي وهسيب حضرتك الكلب الاخيرة ايه اللي هما بيدوروا يقولك اضرب الودع وخد واشوش الودع وخد واشوش الودع ماشي كل ده كله ايه انهم يصرفون الناس عربهم وهذا القشف الشديد اخطر ما نعانيه الان اتفضل افصل ايلا والله انا من اوقات نادرة جدا انا اتفق مع الضيف اه دايما متفقين واجملنا وقلنا ان السحر هو تخيل وان هو يندرك تحت النصب وان كل دول نصبين وكمان بدليل ان السحر الكبار جدا السحر العالميين بيعملونا بعد كده فيديوهات بيقولونا ده خفة يد او استغلال التكنولوجيا او خداع للبصر وان السحر اللي بجد اللي احنا بنقول عليه اللي بذكور في القرآن هو كان علم واترفع ومش موجود بدليل ان احنا ملقناش حد ساحر فعلا يعني كوبرفيلد اللي هو كان اكبر ساحر او اعترف ان هو كلها مجرد خداع للبصر ولعبة بالتكنولوجيا وكان بينقل الهرم وبينقل بورج ايفل وحاجات كده خطيرة وكل ده كانت خداع للبصر ولعبة بالتكنولوجيا لا اكتر ولا اقل يبقى جبان ده الكلام ان السحر كان موجود وكان علم واترفع ومش موجود وان كل دوت محاولات للنصب وكسب المال الحرام على حساب الناس وكمان مولانا قال ان الناس دي مش بس بتكسب مال حرام وبتستحل مال الناس لكن كمان بتبعدهم عن طريق الامان وطريق ربنا اه وكمان الدين اكيد يعني اجمل لنا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذهب الى عراف او كاهلا فصدقه فقد قفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام اذا الدين والقانون بيقولوا الناس دي نصبين او اصدقوا حد بيقول بفصل الاحلام او بقرأ الودع او بقرأ الودع او بقرأ اي الكلام ده كله كلهم نصبين او استاذ ايمان ماشي مع احترام الحضرتك كل ده كلام مصبوط بس فيه السحر والاعمال اللي تواجدت في المقابر اتفقنا بقى اتفقنا ماشي مع كل ده اخطاء اتفقنا اتفقنا في بعض الناس بتبقى معمولها سح بالمرض بالجسمها انها يكون تعبان بتبقى حلقة البيت نفسه بتبقى فيه حس مش هنقول بقى طاقة سلبية وطاقة ايجابية لا بالفعل بيكون الاشخاص تعبانين بيلتاج قولين بيبقى اجعلهم بقى ايه دا عمل واحيانا الناس بتروح وبتسك الاعمال دي وبترجع لطبيعتها الخويسة دا تفسرهولي بايه افسرهولي ببساطة شديدة جدا اه ان اهام اهام الشخص ان معموله عمل ممكن الانسان يكون مريض بامر الله مفيش حد يقدر يعمل شيء او يضر شيء الا بقدر الله ولا ينفع حد الا بقدر الله اي مرض او اي ازمة حصلت في حياتك هي منا من الله كن بقى في حد بيستغل هذه المحنة ويقولك انا ما اعمل لك عمل او ما بعملش عمل السحر اللي بالاستاذة بتتكلم عنه وبتقول ان هو في المقابر هو كان فيه شخص كان طالب ضرر للواحد وجي نصاب ضحك عليه وكتاب له صورة وشغبط له ورمها في المقابر عشان يوهمه ان هو اتم معاه صفقة ونصب عليه اما الشخص التاني قد يمر اي انسان معرض ان هو يتعرض لحادث او يتعرض لازمة او يتعرض لاي ضرر مهما ايا كان فطبعا النصاب يقوله شايف انا اللي عملت كده مفيش حد بيقدر يعمل حاجة فوق قدر الله يا استاذة الشخص بقى اللي احنا اللي بنساهم فيه وترديد هذه الافكار انت معمول لك عمل انت معمول لك سحر نفسية الانسان بتتأثر سواء كان بالاجاب او بالصل ما هو بيتأثر فعلا الشخص نفسي بيتأثر وحالته بتبقى تعبانة يعني اقول لساعتك الحال لما عملت حضرتك حلقة مرة اللي فاتت حلقة كسرت الدنيا والناس كلها يعني قالت على حضرتك كلام جميل جدا وقالت حضرتك حضرتك كنت يعني متقلقة ومتفوق على نفسك ده مدكيش طاقة ايجابية وخليك انك يعني تستمري احسن وتقدمي محتوى احسن اه طب لو حضرتك بقى كان العكس لو كان العكس وحد يعني احبطني احبط حضرتك احبط حضرتك احنا بشر بنتكون من جسد وروح وبنتأثر نفسيا وعندنا يعني احنا كمان المصريين عندهم استعداد ان هم يتأثروا باي كلمة او اي نفسيتنا رقيقة احنا كمصريين رغم ان احنا بنكل الزلط بس نفسيتنا رقيقة اي كلمة ممكن تأثر علينا ولو وعايز اعتبق على المؤسسة الدينية ونسبة المؤسسة ان هم بيقص انا اسف يعني مقصرين مع الناس لما حد يقولك انت بعمل لك عمل او مصحور او 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 انا مش عايز انت لترد انا عايزك تسأل المؤسسة الدينية المؤسسة الدينية لازم صوت هيوصل للناس تقول لهم ان ان مفيش حاجة اسمها سحر وكل ده نصب وان حتى لما يكون المؤمنين بالسحر زي وزي مولانا وموجودين في القرآن السحر ده علم اتبتهى واترفع ومش موجود دلوقتي طب سيدي فاضل حضرتك تكلمني عن السحر بقى فيه مش فيه سحر مرض؟ نا طب انت مؤمن حضرتك فيه ناس بيقدروا سحرهم تقول لي بقى ايه هو؟ طب ما تجيب لينا واحد يسحرني طب هو انا عايزة بقى التفسير بقى لو الانسان مريض وكان مصحور بالمرض جميل علاجه ايه؟ تفضل حضرتك اولا كلنا نؤمن بالقرآن وبالسنة طبعا ولا احد يعترض على ذلك طبعا ماشي اذا السحر هل هو موجود ام غير موجود السحر موجود حتى الاندي؟ اه معاك رقم سحر طيب؟ ان اللم عصبري معاك رقم سحر طب ايه اعردنا رقم سحر طب يغصف لنا بيته طب ان اللم عصبري انتو اللم عصبري ما عايز؟ سحر ما بيبيان لكشن وسحر انت عارفهم منين؟ اصبر بس طب اللي بيروح له ده يعارفهم منين؟ طب انت شفته فين؟ طب اسمعني طب ماشي انا مارتحتكش غير احنا عايزين نوصل انا 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 معجب لحضرتك انا عايز اعرف فين السحر ده؟ مكانه فين؟ احنا عايزين نعرف هل فعلا فيه سحر فيه سحر مرض؟ ولا لا؟ فعايزين نعرف؟ بفضلات الشيخ صدر حضرتك؟ احنا عندنا اه اناس بيقدموا شركيات وكفر عشان الجن يبقى معاهم وهؤلاء من يطلق عليهم ساحر اللي قدم شركيات وكفر وطبعا انا مش عايز اقول عمل ايه وعمل ايه؟ عشان الناس مت ايه؟ متاخدش الكلام ده وحد ينفزه يعني طبعا الكلام ده علمي الجميع يعلمه تمام العلم مش كلام انا جايبه من جايب اللي قدم شركيات وكفر معاه جن الجن اللي معاه بيصلطوا على القرين بتحد راح له قال له انا عايز اعمل عمل لفلان او لفلان او لفلان احنا المشكلة فينا حاجة واحد لما بنبتلى بعمل من الاعمال بنعالج العمل بالخطأ وده اللي الاستاذ ايمان بيكلم عليه دواء ان انا بعمل ايه؟ بروح لساحر وقول له انا معمول لي عمل انا تعبان ايه اللي بيحصل؟ بقول لي اه قدم شركيات اتبح فرقة صمرة هاتلي مش عالف ايه وبرضو اللي بيروح للساحر بقول له هاتلي حاجة من قطره فاتلب طول جسمه ايه بعض الحاجات ومديات كمان يحتاجوا مديات كتين معلنا من ايه من موضوع المديات ايه 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 يؤثر ولا لا يؤثر جناء عليه احنا عندنا الدليل في القرآن ان سيدنا ايوب ظل سباحتاشر سنة تعذبه الشياطين تعذبه الشياطين الاية موجودة في سورة صاد رقم اربعين يقول الله عز وجل واسكر عبدانا ايوبا اذ نادى ربه اني مسانية الضر اللي في صاد اني مسانية الشيطان بنصب وعذاب كانت الاجابة من ربنا اركض برجلك ادرب الارض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب ماء بارد اشرب واغتسل تشفي ايوب النبي صلى الله عليه وسلم سحر لما ظل واحد واربعين يوم لم يكترب من نسائه ودعا ربه فنزل سيدنا جبريل الحديث في البخاري مجلد رقم عشرة حديث ميتين اتنين وعشرين نزل سيدنا جبريل ومعه اثنين ملاكة او سيد ايمن فالملائكة بيسألوا مين سيدنا جبريل الملائكة ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما له هذا الرجل قال جبريل مطبوب مطبوب يعني مسحور قالوا الملائكة من طبق قال جبريل لبيد ابن الاعصم في مقابل ثلاث دلانين فان سيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي احنا بنطالب به الناس النهاردة انا لما اتعب انا لما الاقي اعراض عندي وهي اعراض السحر علي بالركيا الشرعية والقرآن واضح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة توضيحا لكل المشاهدين الايات بتاع السحر اللي نقرها على مية اللي عشان تخلي نفسيتي مرتاحة والصدع ما يجنيش وانام وبانايم كويس وكل الهلع والخوف اللي انا فيه يمشي بعيد عني خالص الايات محددة ومعروفة عندنا الايات في صورة الاعراف من مية وسبعتاشر لمية تلاتة وعشرين ياريت اللي بيشاهد يكتب الحاجات دي مهمة من مية وسبعتاشر لمية تلاتة وعشرين في صورة الاعراف من ثمانين وواحد وثمانين صورة يونس من خمسة وستين لتسعة وستين صورة طه هذه الايات تقرأ على ماء مع الفلق ومع كل اعوذ برب الناس ونقرأ بعض الادعية التي تذهب الهم والغم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الماء نشرب ونغتسل نشفى بامر الله هكذا علمنا النبي عالي نفسك بنفسك نرد بعد اذنك الشيخ الجليل مولانا قال ان فيه سحر واحنا قلنا ده شيء اساسي وكان موجود وترفع لبدليل ما فيه الساحر وان كل دولنا الصابين لكن هو يستشهد بالايات بان سيبنا ايوب قال في القرآن ما الثاني الشيطان وبنصب وعذاب الشيطان ده ممكن يكون الجراثيم والبكتيريا يعني بس عشان طبعا اه مش لازم يعني يكون الشيطان بدليل ان الاستاذ المولانا الكليل بيقول ده توضيح القرآن ما فيه كانش فيه ما فيهش اللفظ ده كانش موجود ان الشيطان ان الشيطان اسهل لانه خلق اصلا لطيف اسهل من الجراثيم يدخل في الجسد انا بقول ان تفسير القرآن يحتمل ان يكون مرض سيدنا ايوب كان بالبكتيريا والجراثيم واللي مولانا الشيخ بيقول ان الساحر بيعمل حاجات شركية عشان الجن يساعده ان هو يعمل ضرر للانسان الجن اللي ما احد مخلوقات الله لما احنا نخضب الله الجن يفرد ارطه على المولى وعلى خالق كل المخلوقات هل ده كلام يعقل وكلمة ان اقرأ من سورة كذا لسورة كذا لما فيهش سورة في القرآن افضل من سورة اخرى القرآن كله يعني كله هو قيمة وقيمة عظيمة وكل الايات مدساوية احنا عايزين نقول اي انسان يصاب بمرض او باي ازمة اوعد تصدق ان في حد اسمه الراقي الشرعي المختص الراقي الشرعي اللي بياخد فلوس الكلام ده برضو انا بحطه في دايرة النظم والقانون بيعتبره ذلك اما اذا عندي تحفص برضو عشان اقول لكم برضو اي انسان يمر بازمة قول يا رب قول يا رب بس اي صورة في القرآن اقراها اي دعاء يجي على بالك اقراها مفيش وسطة مفيش حد هيفرد ارادته على الله غير ربنا ولا في شياطين هتفرد ارادتها على الناس ولا تنسب الناس بعذاب ولا في مرض هيبقى غير بامر الله وقد يقدر الله لك قدرا وبالدعاء يرفع هذا القدر اه ما تصدقوش الكلام ده لكن عند التحفص انا بقوله لو فيه رجل صالح زي مولانا الشيخ وانا ما معرفش اقول ادعية اه واستعين بيه استعين بيه بلا اجر وبلا شرك وبلا توصن فانه هو الذي سيوصني الى غيتي من الرحمن مفيش غير ان هو يقرأ علي القرآن او يضع ايده علي كان فيه اه سيدنا عمر كان بيرقي بالفتحة على معتقد انت كنتك مفهد كده كله فقاله احنا بنقرأ بالفتحة لكن فين عمر احنا مش ضد ان الناس الصالحين تدعينا يا رب كل الناس اللي بتسمعنا الصالحين تدعينا بالسداد والصلاح ويصلح حنا وياريت كله كل الناس الصالحين تدعينا وترقينا شيء انا شيء جميل فيهم واحدة كلنا في الحاجة دي لكن اوعى تصدق ان فيه حد فوق قدر الله مهما كان ولا فيه اية افضل من اية ولا من الاية كذا لل اية كذا احنا باعيزين نهدي الحلقة اقول حاجة بقى ايجابية بقى مع رشي ارد يا ريس واقول حاجة ايجابية الاستاذ ايمان احسن لكن توضيحا لآية احسن من آية هذه الايات تتحدث في القرآن عن السحر وهناك امراض يجب علينا ان ننتبه اليها فالمس له ايات في القرآن الحسد له ايات في القرآن السحر له ايات في القرآن وفي المجمل القرآن وكله شفاء لما في الصدور متفقين حاجة بس بسيطة ان انت وضحتها في الاخر ان اللي تعبان ومش قادر يقرى وما بيعرفش يقرى يروح لحد من الناس اللي يتوسم فيهم الاخلاص والصلاح ليقرأ له وعدم الاجر ليقرأ له سواني بس سواني بس احنا دخل من دصابين احنا اعرفوه كرآن وسنة مش بكلم بالكلام كده خلاص طيب لنبين لجميع الناس انه لا احد يستطيع ان ينكر ان المرض موجود المرض مرض السحر موجود لكننا حينما نذهب نأخذ بالاسباب والعلاج والشافي هو من هو الله لا يستطيع احد ايا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء ليه عشان يقرمنا الركيا الشرعية او يقرمنا القرآن بس الشيء ده لازم وضروري اللي مش لازم وضروري يا موانا انت بتروض بتروض لبعض الناس يعني اللي يطلب فلوس على الكلام لا 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 طبعا اوضع لكم الحاجة لماذا نذهب؟ لاننا مأمورون باخذ الاسباب وعندنا امنا هاجر حينما وضعها الخليل ابراهيم في السحراء وانقطع منها الماء وقالت له الله امرك بهذا فاغمز اليها برأسه اي نعم فقالت اذا لن يضيعنا انتهى الماء منها الله هو الذي امر ابراهيم ان يضعها في السحراء اذا كان عليها ان تقول اذا كان الله هو الذي امر ابراهيم ان يضعني هنا فعند انقطاع الماء سوف يحضر لي الله عز وجل الماء هذا لم تفعله هاجر انما علمت الامة كلها رجالا ونساء ان تسعى فسعد بيناها بين الصفا والمروة سبعة اشواط حتى يخرج الماء لتبين للناس انت عليك بالسعي والاسباب بيد الله جل وعلا انا برضو بدم جاب سيرة المرأة عندنا النهاردة نموذج مرأة ايجابي كبير وجميل جدا وقال بالدنيا هو نموذج امرأة عظيمة كانت رجبة النهاردة قطار المنصورة وعملت مشهد انا شايفه ان هي كانت ايد حنينة حسيت ان مصر تجسلت في هذه المرأة العظيمة وكانت بمئة رجل طبعا بس انا بشايف فيها غير الايد الحنينة لتتطبط على احد رجالنا وابطالنا ابطال القوات المسلحة باختصار كان فيه مجند راكب قطر المنصورة وما كانش معاه فلوس الظاهر فجي رئيس القطار وتنمر عليه وقال له شلي النجوم اللي على كتبك هم خدعوك في المعسكر بتاعك وقالوا لك ان مصر هتسيبك تركب القطر ببلاش وتنمر عليه وتكلموا بمنتهى الحدة واحرج المجند المجند ده اللي بيحميني وبيحميك المجند ده ابني وابنك واخويا واخوك اللي بيضح الدم وروحه عشان خطر انت تعيش يجي سواء القطر او رئيس القطر عفوا يعني رئيس القطر يكلموا بمنتهى الحدة ويتنمر عليه ويقول له انا هسلمك للشرطة رئيس القطر ده انت مش رئيس القطر انت رأس المنافقين وانت رأس الكاذبين مش عيب انك تطالب بحق الدولة لكن تفكر وقبل ما تفكر انك تاخد حق الدولة فكر في المواطن اللي هو اهم ركيزة من رقائز الدولة اهمت جندي من جنود الجواطنا المسلحة وقلت له اسلمك للشرطة انتوا ليه عايزين تشيلوا الوطنية مننا ازاي عايزين تحسوا المواطن يعيش في غربه واسط بلده انتوا انتوا رأس النفاق انتوا اكبر من اعداءنا انا برضو صدر بيام السيد المحترم اللي انا بجله وبحترمه السيد وزير النقل واعتذر واحال هؤلاء الرئيس القطر والمحصل للتحقيق واقفهم عن العمل انا ببشر الناس كلها وفقولهم ان مصر في ناس عايشة وسطينا خطر علينا اكتر من اي عدو تاني الراجل ده اللي داس على قرامة المواطن المصري اللي هو مجند في الجيش المصري عشان خطر التذكرة ورقم كام اتنين وعشرين جنيه لكن جات ستة بميت راجل وقفت قصاد هذا الطغيان انا ملقيتش في المشهد المعروض راجل كان رجالة بتتكلم ولكن كانت تتصدر المشهد امرأة مدفع التمن التذكرة المرأة المرأة المصرية اللي احنا بنفتخر بيها المرأة المصرية العظيمة المرأة المصرية اللي هي تاج على القصة كلها وقفت قصاد هذا الرجل الظالم رئيس القطار وانا مش بس طالب بالتحقيق انا بطالب انه احالته للمحاكمة الجنائية لانه اساء معاملة المواطن بغض النظر عن كونه مجند وقال لا وكونه مجند تزداد الجريمة انا بطالب بمحاكمته وحبس عشان يكون عبرة وعايز اقول ان ده معلش اخير انا طولت في الموضوع ده لكن الست دي تستاهل والواقعة تستاهل يا سيادة وزير النقل ارجوك في مطالب كتيرة مجندين مصر ولا بمصر بيدفع عن مصر بيركبوا الاطراط بفلوس لازم نركبهم الاطراط ببلاش ده رجاء من سيادة الوزير كل مجند في الجيش المصري يركب الاطر ببلاش انا بتمنى دوت وبشكر سيادة الوزير السيادة الوزير الكامل الوزيري ان هو استجاب واحنا عشامنا فيه كتير كبير يا سيادة الوزير وبنشكر السيادة المصرية العظيمة اللي شرفتنا المرأة المصرية هتمضل مرأة مصرية طلعوا براها طبعا السيادة المصرية والجند يكفيه شرفا انه لم يقفل ان احد يدفع له الاموان وسعى انه يدفع لنا فديدة الشيخ معانا مداخلة لحضرتك منار منار السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام انا عايزة الشيخ بس اكلم اتفضلي حضرتك انا جسمي خاصي كده مرة واحدة وعالطول اشكي بالعيا وانا متجوزة ومعايا سرعة عيال بس ما بيحصل مساكل مبينة وبين جوزي عالطول وانتقش بعضينا وبيدين ان ازاي انا عايزة امش من البيت وبايحلق بكوابين وبايحلق بيراج البيت نقطات ليه في الشيخ ده ويقولي اني انتي هنا اه 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 اولا عليك ان تحافظي على الصلاة ثانيا الشيطان لا يدخل بيت مقروء فيه سورة البكرة سورة البكرة تحفظ البيت فعليك ان تسمعي سورة البكرة في البيت كل ثلاثة مرات اه كل ثلاثة ايام مرة واحدة عليك باللجوء الى الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء قبل النوم هذه اشياء يجب علينا ان يعملها ان يعملها الناس جميعا ثم علينا ايضا ان نحافظ على صلاة الفج ونقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير ميت مرة من قالها حفظه الله من الشياطين اه حضرتك بتقولي فيه حد بيت نتطلق في البيت اي شوية ماء اقرأي عليهم الفاتحة سبع مرات اي تلكرسي سبع مرات كل هو الله احد كل اعوذوا برب فلا كل اعوذوا برب الناس وهذا الماء اطرقه في اركان البيت يذهب كل ما في البيت وكلنا نعلم تمام العلم ان جميع البيوت مسكونة لانهم خلق كخلق الانس وما خلقت الجنة والانسة الا ليعبدون وبعد كده تروح للدكتور النفسي عشان تتعالج هي وجزها ولو عملت اللقمة كويسة والضابط الشقة والدنيا هتبقى زي الفاتحة وانا اقصات ان انا موجهتاش بداية للطبيب قبل ان نبدأ لا بداية رب الطبيب قبل الطبيب انا بتكلم اقول جميع الناس ابدأ في كل الحالات المرضية بتاعتي الى الطبيب ان لم ينجح الطبيب ولم ينجح العلاج فعلي بالقرآن ولا مانع في دمج الاثنين مع بعض طبعا طبعا ناخد بالاسبارة طب احنا منتخلص ازاي من الاعمال دي في بيوتنا نتخلص منها بقراءة الكرآن وبذكر الله عز وجل وحضرتك بقى ايه رأي اللي بقافة ان احنا بنتخلص بغزيرة الكرآن وكلها انا مش مقتنع اصلا ولد قانون هذا الوقت مش مقتنع ان بوجود فيه تحية مفيش لان انا بقول ان هو علم رفع خلاص انتهى زي علم تفسير الاحلام كان للصالحين ممكن ربنا يمين على بعض الصالحين بتفسير الاحلام لكن مش هتبعه في التلفزيونات ولا يمشي في الشارع ان انت دايما يعني ممكن الحلقة اللي فاتت والحلقة دي برضو بتصير ان ما فيش عاجة مسح انا رجل قانون ورجل باع باع يعني حضرتك في القضايا بتاعتك ما تعرضتش لاي قضية مرت فيها حاجة من السح والشعوذة انا كل القضايا اللي احنا بنشوفها لان احنا بنشوف الناس على حياتها ما شوفتش حالات تعبانة حالة شلقت نفسها نظر ان حالتها صعبة او 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 حصل لها اي حاجة من الشعوذة دي شوفت ناس شانا اتلافسها كان رد حضرتك ايه يعني الاسباب هتقول لي حالة نفسية لا تخلو من عدم الايمان صحيح والحالات النفسية والايهام اللي ممكن واحد يقتل احد بالايهام ده فيه يا استاذ ايما الناس قاعدين في بيوتهم مرضى بالفعل طب انا هقول لك هقول لك انا مش عايزة اجسدلك عليك معينة تصدق عنيكي ولا تصدقيني اصدق عنيكي اصدق عنيكي اصدق عنيكي فيه لعبة كانت مشهورة قوي هم اسمها لعبة الحوت الازرق كل الناس اكيد عارفينها لعبة الحوت الازرق دي لعبة الافترنية عادية خالص كانت بتوهم الشخص اللي بلعبوها على الكمبيوتر زي اي لعبة زي بابجي زي اي حاجة يعني دي كان ضحاياها ايوه عشرات الشباب والبنات اوهمتهم ان هم يقتلوا نفسهم يقتلوا نفسهم يا عايزة تخليني اسدق شفت بعيني لعبة على الكمبيوتر صماء جامدة بتقنع شاب في رعان شبابه في قمة شبابه وقمة عنفوانه وقمة عقله انه يقتل نفسه ومش عايزة تخليني يصدق ان صاحبتك اللي بتكرهك ان هي تقنعك ان انت عينة مفيش واحدة بتقابلك في الشارع تقول لحضرتك انت مالوشك السفر ليه انت خستي ليه انت تخنتي ليه هتروح البيت هتتوهمي هتعيي فعلا هو كده يعني هو ده عملية الهم للواحد يا فاند مش اكتر انت حضرتك بتتكلمي من الستوديو احنا بنشوف المجرمين دول والحالات دي على حقيقتهم وبنشوفهم رؤى العين ملقتش واحد انا بقالي 30 سنة محامي واكتر ما شفتش واحد بس قال ان انا ساحر ولو هو ساحر بتقابد عليه ازاي ما بيقدرش يهرب من رجال الشرطة ازاي ده بياخد الهانات الى ابعد الحدود من اللي بنصبه عليه من اللي بنصبه عليه يعني هو ما فيش يعني يا فاضلة الشيخ بستنى يا سيد ايما انا عايزة اقول لحضرك حاجة فاضلة الشيخ مش كانت فيه واحدة كانت بتعمل اعمال للناس وكانت بتحطها في فم الاموات ومن جبروتها ان اللي بنصبه عليه تعالى اعماها لما حاب تروح الحجة او العمرة وما كانتش تشايفها الكعبة بنفسها طبعا ده قبر وارد معلش يا سيد ازاي ده بتستغطر بالكلام على فكرة لا ده مش وارد ده بالفعل ده حصل ما فيش كلام ده ما فيش كلام ده 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 دي روايات احنا بنتنونها كده عشان خطر يا فاند اللي بياخدوا الاسحار ويودوها في المقابر لمجرد بس حضرتك بتنكر كل ده عشان انت ماسك قسم قانون وعايز يعني طبعا رجل قانون مش هتقدر تأيد طب خلاص هتطلنا ساحر انا عايز الكنترولي جيبلي رقم ساحر مش ساحر فيه او استدفننا وحلقة دي ساحر متعرضة لكده هتنى طيب واحد ساحر قولي سيد ايمن لو جالك ساحر مش هتقدر بتوقع ديني طب نشوف نشوف طب لا انا بتحدى اي ساحر يعني انا اصلا حضرتك مقنعي ان مفيش ساحر يا فندم مفيش والله لانه بيتقبض عليهم لو هم ساحروا بيسحروا فيه ساحر للبنات يعني فيه ساحر ناس بتسحر لناس مفيش ده مجرد بس فبركة تزيين للقامر في بعض الناس بتأكل بعضها اعمال بتخليها لا تعرف تتكلم ولا تعرف تتحرك ولا تعرف وفيه اعمال للعمق للشغل وفيه حاجة كتيرة واحنا اتكلمنا في النطول كلهم يمر الله انا مش هتكلم انا طبعا انا كلهم قابل الله يا جماعة ماليش انا عايزة اقول حاجة انا طبعا مؤمنة بالله ومعارفة ان فيه حاجة كتيرة اخطاء لكن فيه وقائع بتحصل قدامنا يا اساس اعيبا هتلنا وقعة بدية واحدة وانا مستعدة مش هنقدر نشرح لبعض الناس هتيني وقعة حقيقية هتيني ساحر فعلا يعمل لي عمل بساحر فيه انا بدأ كل السابس ساحر وفرجوا علينا لا معلاش فيه زوجة ما بتبقاش طيقة جوزها بالفعل ايوة اسباب اسباب مادية بحتة او اسباب نفسية بحتة لا لا انا اعترد السبت اللي مش طيقة جوزها السبت اللي مش طيقة جوزها ايوة ايوة وبتيجي عندي المكتب اه اه يا اما بتقول ده هو فيه على علاقة بفلانة او شك ان هو بيعمل كزا هتجوز علي كلام كله مادي لا 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 انا مش بتكلم لا 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 انا مش بتكلم انا انا ام مسلا متكلم عشان جوزها هيجوز عليها او هي عمل مادي لا هو بالفعل بيبقى فيه بعض لا اما مريضة نفسيا لا اما فيه سبب مادي انا لازلت اعترض مع حضرتك طب هتن حالة حضرتك انا بتحدى كل الناس وكل الناس بتفرج علينا ومن ضمن حضرتك احنا انا تمنا حالة تسحر ناس على الهواء وكل انا الضحية سيادة المشاهدين انا بتمنى ان لو عنده حد عنده حالة فعلية حصلت له ساحر اول حصل لحده باقربه يتواصل معنا اول يكلمني وحطلعه معايا حالة قبل فعل ونثبت له استاذ ايمان ان فيه بعض الناس بتتعرض مش شرط يكون شكلا يعني مش شرط يديني شكله او عشان هم خاف يطلع معايا في القناة بس لازم نتكلف الموضوع ده لان فيه حالة كتيرة جدا يبقى موهوم اكتر لا 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 ما فيش كلام ده يبقى موهوم والله صدقيني صدقيني والله طب كلمة بقيت حباك تقولها للمشاهدين قبل ما اختم البنانة والحلقة خلصت لا حلقة جميلة جرت على طول انت لوقتي معاك بيجري جميلة الله يخليك يا رب كلمة بقى كده حلو والله انا بقولك ان السحر والشعوزة هي كل اشكاله هي نصب والقانون بيعتبروا نصب وما فيش حد ينفع كان يعني كان الناس دي قدرت تنفع نفسيها كان قدرت الناس دي تهرب من قبلة الشرطة كان الناس دي قدرت تعرف مصلحتها كان قدرت زي بابا اولادا بيقول كان اللي بيطلع من الكوتشينا ارنب كان فتح محل ارانب وكنا بقنا زبائنا عنده وكان الدنيا تبقى جميلة لكن تلاقي الاغلب الناس اللي اللي بتاجر بهازي المتاجرة الرخيصة هتلاقيهم في افقر حال واغم حال والدنيا معهم سودة طب اصلحوا نفسكم كل ده وهم وانا عايز الناس كلها تستعين بربنا واتمنى يكون وصلت اده سلا بتاعتي فادلة الشيخ كلمة حضرتك توجهني لمشاهدين اقول للجميع ان معظم حالات السحر هي وهم ودجل وتأثير على حياة الانسان بالسلب وبالاجاب وانا متفق مع الاستاذ ايمن في ما يقوله لكن هناك بعض من الاشخاص الذين يمتحنهم الله ويبتليهم الله ونحن على علم كامل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ابتلى الرجل على قدر دينه فان كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه من ابتلي ببعض هذه الشياطين التي يتأثر عليه في حياته فعليه قراءة القرآن عليه اكل سبع طمرات بعد الفجر مصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من اصابه سم او سحر من اكل سبعة مرات بعد الفجر لم يصبه سم ولا سحر والحديث متفق عليه ثالثا علينا بالوضوء قبل النوم رابعا علينا بقراءة ايات الرقية الشرعية على ماء ونشرب ونغتسل به نشفى بامر الله مصداقا لقول الله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويجب علينا ان يكون عندنا عقيدة راسخة في ديننا وفي التوحيد حتى لا تؤثر علينا هذه العوامل التي اصبحنا اصبح لها تأثير في مجتمعنا فيجب علينا ان نعود الى الله عز وجل واللجوء الى الله والرجوء الى الله يخفف علينا من هذه الامراض واوصل جميع اياك ان تذهب الى هنا او هناك ويطلب منك اشياء تغضب الله عز وجل فتقع في دائرة قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا لم يقبل منه صلاة اربعين يوما وقال في الحديث الاخر الذي ذكره سيادة المستشار ايمن من اتى كاهنا او عرافا او ساحرا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد يعني ايه عرافا يعني تروح له يقولك اسمك ايه اسممك ايه بالمقدمات يقولك انت عندك واحد اتنين ثلاثة ده ساحر وعراف يدعي المعرفة ومن اتى كاهنا الكاهن هو الذي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله اشكركم اااااااااااااااااااااااااا اقولي بقى انتجا الاء ل اما الله بقى شكرا